وفي المينيا قام المحافظ أسامة القادي بتفقد أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى مركز العدوى وأضح المحافظ أنه يجري العمل في 292 قرية و757 تابعاً بنطاق خمسة مراكز مستهدفة مؤكداً أن الهدف من الجاولات متابعة العمل الجاري على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التي تظهر والعمل على حلها بشكل لحظي حتى يتم الانتهاء من المشاريع في جميع القطاعات وفقاً للمعايير القياسية وبكفاءة وجودة عالية بما يحقق رضا المواطن